اتفاقيات عديدة توصلت إليها الكوريتان لتحسين العلاقات بينهما وإحداث تقدم في تخفيف حدة التوترات العسكرية وعملية نزع السلاح النووي ومحادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية كمقدمة لإنهاء الحرب بين البلدين حيث تضمنت الاتفاقية بين الرئيسين الكوريين على جعل شبه الجزيرة الكورية أرض سلام خالية من الأسلحة والتهديد النووي فضلا عن سبل التعاون الأخرى كالعمل معا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العام 2032 اتفاقتهم قد تبعد الكوريتين إذا نفذت عن الصراعات الدائرة بين أمريكا والصين لسيما فيما يتعلق بشأن تفعيل مشاريع التعاون المشتركة والذي قد يقلص من سيطرة الصين على الاقتصاد الكوري الشمالي في الوقت الذي من الممكن أن تحد تلك المشاريع من قدرة واشنطن على الضغط على بيونج يانج لنزع أسلحتها النووية مقابل رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن عليها الرئيس الكوري الشمالي كيم قد أعلن في قمته مع رئيس كوريا الجنوبية بأن بلاده مستعدة للتخلص وبشكل دائم من المجمع النووي الرئيسي في البلاد في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة لذلك أما كوريا الجنوبية فإنها تسعى من خلال رئيسها مونجاي إلى إقناع ترامب باستناف المحادثات النووية مع كوريا الشمالية بعد إن ألغى زيارة لوزير خارجيته مايك بومبيو إلى بيونج يانج الشهر الماضي بحجة عدم إحراز تقدم في عملية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وعلى الرغم من الترحيب بالاتفاقية بين الكوريتين إلا أن تصريحات كوريا الشمالية بإيقاف تجاربها النووية والصاروخية لاقت انتقادا كبيرا بأنه إجراء استعراضي يسهل التراجع عنه لأسيما وأن بيونج يانج كانت قد منعت حضور مفتشين دوليين لعملية تفكيك موقع تجاربها النووية الوحيد المعروف في آيار الماضي